موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة المالية نفت هذه الشائعة مشددة على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة ونشد المركز بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استفاء المعلومات من مصادرها الرسمية استعرض دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والمرافق والخدمات الجارية ببعض الأحياء السكنية بمدينة العبور الجديدة أكدت وزارة الإسكان أنه يتم دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة في إطار الإسراعي في معدلات التنفيذ المقررة لتسليم الوحدات السكنية للمستفدين كاملة الخدمات وأوضحت الوزارة أن الحي الرابع عشر يدم 806 عمرات سكنية بها 19344 واحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية السكن كل المصريين بمتوسط نسبة تنفيذ 95% بالإضافة إلى 7 أسواق تجارية وأربع مراكز طبية وخمس مدارس بمراحل تعليمية مختلفة وأربع حضنات وملعبين خماسي ومغبزة كما بلغ متوسط نسبة الإنجاز العيني للأعمال 95% وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطرق بالحي بنسبة الإنجاز 65% بقيمة إجمالية 206 ملايين جنيها وأعمال تنفيذ المرافق بنسبة إنجاز تتعدى 95% بقيمة إجمالية 140 مليون أكد دكتور محمد معيد وزير مالية أن إطار التمويل السيادي المستدام الذي أعلنته مصر مؤخراً يسهم في تعزيز قدرات التعايف الأغضر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأوضح الوزير خلال تكريم مجموعة العمل الوزيرية المشترقة أن الدولة تعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل تصنيع السيارات القهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأغضر وتحليط مياه البحر وتوليد الطاقة من الريح موضحاً أن الهدف هو تحسين تنفسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025 وأضف أن فريق عمل إطار التمويل السيادي المستدام عكف على استفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة لمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعية ضمن محفظة مصر المستدامة بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء واجتماعية وسندات مستدامة وزرقاء وسندات مرتبطة بتمكين المرأة على نحو يعكس طموح رؤية مصر 2030 والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير مناخ 2050 يستنف الدور المصري الممتاز اليوم مبارياته في إطار الجولة الثانية عشرة حيث يستقبل فريق سموحة على ملعب استاد الأسكندرية فريق فاركو ويلتقي طلائع الجيش بالمقولون العربة في السابعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكرية